تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رفع فيها إلى مقام جلالته السامي أبلغ آيات التهاني والتبريكات بمناسبة النجاح الكبير لمعرض البحرين الدولي للطيران في نسخته السادسة والذي يأتي امتدادا للمنجزات الوطنية التي توصل مملكة البحرين تحقيقها في ظل المسيرة التنموية الشاملة التي أرسى جلالته دعائمها معربا سموه عن الفخر والاعتزاز بهذا الإنجاز الذي تم تسجيله بسواعد أبناء الوطن الذين يثبتون أنهم أهل للتحديات دائما وذلك بفضل الرعاية والتوجيهات الحكيمة لجلالة الملك المعظم حفظه الله وأكد سموه للعهد رئيس مجلس الوزراء في برقيته أن الزخم الذي حظي به معرض البحرين الدولي للطيران منذ انطلقته إنما هو نتاج دعم جلالة عاهل البلاد المعظم ورعايته المستمرة حيث يتجلى هذا الزخم في حجم المشاركة الدولية الواسعة والكبرى لكبرى الشركات القائمة على صناعة الطيران وإقبالهم الكبير مشيدا سموه بجهود اللجنة العليا المنظمة للمعرض برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم والتي استطاعت بعملها الدؤوب من تثبيت هذا المعرض ضمن وجهة المعارض الدولية الهامة بما عزز ما كانت مملكة البحرين وتنافسيتها على هذا الصعيد اشتركوا في القناة